دلوقتي خاليا نروح مع حضراتكم اللي جولة نعرف فيها أخبار محافظات احنا معانا مجموعة من الأحداث المهمة والمتنوعة لحصلة مبارح في محافظات مصر منها افتتاح معرض ملابس تكان الفرحة استعدادا لعيد الفطر في الفيوم أيضا الانتهاء من تمام مجمعات حكومية في قرى حياة كريمة بسوهاج ده غير أخبار تانية كمان كتير في المينيا والدأهلية والجيزة أخبار كتيرة حصلت مبارح في المحافظات البداية من الفيوم اللي تم فيها افتتاح معرض ملابس دكان الفرحة اللي بينظموا صندوق تحيا مصر بجامعة الفيوم المعرض بيوفر ملابس جديدة للطلاب الأولى بالرعاية وده ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك في المينيا نفزت مدرية الصحة سبع قوافل طبية بقرى المحافظة خلال شهر مارس اللي فات وتم توقيع الكشف الطبي على 13 ألف حالة في تخصصات مختلفة ده غير تقديم الخدمات الطبية من فحوصات وأشعة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان في المنصورة أعلن الدكتور أيمن مختار محافظة ده أهلية إنه تم الاعداد والبدء في تنفيذ خطة متكملة لرفع كفاءة وتطوير عشر محاور وشوارع بالمنصورة بتكلفة حوالي 110 مليون جنيه وكمان تشكيل لجنة ميدانية للمتابعة على الطبيعة لأعمال مشروعات رفع كفاءة المحاور المرورية في سهاج تابع اللواء طارئ الفقي محافظ سهاج الموقف التنفيذي لإنشاء 30 مجمع خدمات حكومية تحيا مصر بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وقال إنه حالياً تم الانتهاء من إنشاء 8 مجمعات لخدمة المواطنين في الجيزة افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكبر منفذ لبيع الخضروات والفكهة واللحوم والسلع الغذائية والمخبوزات بأسعار مخفضة المنفذ موجود في شرع العريش بحي الطلبية وبيوفر كل احتياجات المواطنين اشتركوا في القناة